اشتركوا في القناة وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا يا رب العالمين وبعد فهذا إن شاء الله تعالى آخر مجلس لشرح هذا الكتاب المبارك النافع كتاب شرح غاية السول للإمام جمال الدين ابن عبد الهادي الحنبلي المعروف بابن المبرد رحمة الله عليه وكنا قد وقفنا عند قول المصنف رحمه الله والعلة المتعدية كالقاصرة إن قبلت في صفحة 458 يقول المؤلف رحمه الله والعلة المتعدية كالقاصرة إن قبلت يختاره الأكثر وقيل تقدم القاصرة وقيل تقدم المتعدية هذا شروع في مسألة جديدة وهي في تعارض العلتين المتعدية والقاصرة والعلة المتعدية كما مر في موضعه هي التي يمكن أن تتعدى إلى غير محل النص فتوجد في صورة أو صور أخرى وأما القاصرة فعكسها وهي التي تكون قاصرة على المحل الحكم فلا يمكن أن توجد في صورة أخرى لكننا في هذه المسألة سوف نقول كما سمعتم آنفا التعارض بين العلتين المتعدية والقاصرة ولن نقول تعارض قياسين أحدهما علته متعدية والآخر علته قاصرة هنا فقط في هذه الصورة فقط وذلك لأنه لا مدخل لتعارض المتعدية والقاصرة في ترجيح قياسين متعارضين وذلك لأن القاصرة لا تجاوز محلها كما سبق آنفا وحينئذ لا يكون هناك قياس معها بخلاف المتعدية إذن لن يوجد قياسان متعارضة لامتناعه في صورة العلة القاصرة وحينئذ ففائدة هذه المسألة ليس في الترجيح بين قياسين وإنما في إمكان القياس وعدم إمكانه بمعنى بمعنى أننا إذا قدمنا ورجحنا العلة المتعدية على العلة القاصرة فإنه يمكننا أن نقيس حينئذ وإذا رجحنا العلة القاصرة على العلة المتعدية فإنه يمتنع القياس حينئذ مثال ذلك تحريم شرب الخمر هذا حكم فلو عللناه بكونه خمرا فإنه لا يمكن القياس حينئذ لن يوجد القياس في غير المحل وأما إذا عللناه بكونه مسكرا فإنه يمكننا حينئذ القياس لأن العلة سوف توجد في غير المحل فحينئذ نستطيع أن نقيس على الخمر ما يشاركه في هذه العلة كالنبيذ مثلا هذه فائدة المسألة وبقي أن نقرأ كلام المصنف رحمه الله فنذكر الأقوال وأدلتها باختصار إن شاء الله تعالى فقال والعلة المتعدية كالقاصرة إن قبلت هذا المذهب الأول في المسألة وقال وقوله وقوله إن قبلت الضمير يرجع إلى القاصرة يعني إذا فرعنا على القول بأن العلة القاصرة مقبولة أي أنها حجة يصح للمجتهد أن يعلل بالعلة للقاصرة إذا فرعنا على هذا فإن العلة القاصرة كالعلة المتعدية بمعنى أنهما متساويتان أنهما متساويتان فحينئذ لا ترجيح بينهما من هذه الجهة أعني جهة التعدي والقصور إنما يطلب المرجح من جهة أخرى خارجية هذا معنى المذهب الأول وأما إذا لم تقبل يعني مفهوم قوله إن قبلت مفهومه أن إذا قلنا إن العلة القاصرة لا تقبل فلا يصح للمجتهد أن يعلل بعلة قاصرة أصلا فحينئذ لا تعارض أصلا لما قلناه مرارا من أن الترجيح فرع حجية الدليلين المتعارضين الترجيح يكون بين مقبولين لا بين مقبول وغير مقبول لا بين حجة وغير حجة كما سبق معنا مرارا لكن قول المصلف لكن قول المصلف رحمه الله اختاره الأكثر فيه نظر وظن أنه سهو منه لأن هذا المذهب ليس قول الأكثر وإنما ذهب إليه بعض الشافعية وبعض المالكية وبعض الحنابلة وأما قول الأكثر فهو المذهب الثالث كما سوف يأتي معنا إن شاء الله تعالى قال وقيل تقدم القاصرة هذا المذهب الثاني وكل هذه المذاهب كما قلنا هو تفريع على القول بحجية العلة القاصرة جواز التعليل بالعلة القاصرة المذهب الأول دليله المذهب الأول قبل أن نشرح المذهب الثاني نبين دليل المذهب الأول المذهب الأول دليلهم قالوا أن كليهما أعني القاصرة والمتعدية أن كليهما حجة يصح التعليل بها فاستويتا ويطلب المرجح من خارج يعني مدام أنهما حجتان فهما متكافئتان ويطلب الترجيح من جهة خارجية هذا دليل المذهب الأول قال وقيل تقدم القاصرة هذا هو المذهب الثاني في المسألة أن العلة القاصرة ترجح على العلة المتعدية وهذا مذهب بعض الشافعية وهو أقل المذاهب أتباعا ودليلهم قالوا أن العلة القاصرة مطابقة للنص في موردها ولأن صاحبها يأمن من الخطأ لعدم حاجته إلى التعليل بها في غير محل النص فحينئذ يأمن من الخطأ بخلاف المعلل بالعلة المتعدية فقد يخطئ قد يخطئ في وجود العلة في محل آخر قال وقيل تقدم المتعدية هذا المذهب الثالث في المسألة وهو ترجيح العلة المتعدية على العلة القاصرة عكس المذهب الذي سبق وهذا هو قول جمهور العلماء ودليلهم على هذا قالوا أن العلة المتعدية أكثر فائدة لأنها تعد الحكم إلى محل أخرى تعد الحكم إلى محل آخر أو محل أخرى فما كان أكثر فائدة فهو أولى بالتقديم من الذي لا يفيد فإن العلة القاصرة لا تفيد قياسا فلا يتعد الحكم إلى صور أخرى انتهت المسألة والآن إن شاء الله نشرع في مسألة جديدة فقال رحمه الله ويقدم الحكم الشرعي أو اليقيني على الوصف الحسي ويقدم الإثبات عند قوم وقيل الحق التسوية انتهت المسألة هذه مسألة جديدة فيقول المؤلف رحمه الله يقدم الحكم الشرعي أو اليقيني على الوصف الحسي يعني إذا تعارض قياسا أحدهما علته حكم شرعي أو علته وصف يقيني على القياس الذي علته وصف حسي الحكم الشرعي واضح وأما قوله اليقيني فيقصد به السلبي العدمي تبع المصنف رحمه الله في هذه اللفظة أصوله أعني مختصر ابن اللحام وأصول ابن مفلح وابن مفلح أخذها أخذها من الطوفي في شرح الروضة في شرح مختصر الروضة إذا اليقيني معناه السلبي العدمي سماه يقينيا لأن الأصل العدم فالعدم إذن متيقن وإنما الشك في الثبوت لأن الثبوت طارئ على العدم فصار السلب أي العدم متيقن والشك إنما هو فيما طرأ عليه وهو الثبوت هل هو صحيح فيقبل أو غير صحيح فلا يقبل أما السلب يتفق عليه الكل أنه هو القدر المتيقن قبل الخلاف مثال تعارض القياسين الذي أحدهما علته حكم شرعي والآخر وصف حسي مثال مسألة بول الإبل هل هو طاهر أو نجس مسألة وقع فيها النزاع وإذا قال المستدل الحنفي مثلا الحنفي لأنهم يرون نجاسة بول الإبل إذا قال الحنفي مائع استحال من الجوف فيكون نجسا قياسا على بول الآدم يقول عن بول الإبل مائع استحال من الجوف يعني تحول استحال يتحول من الجوف فخرج بولا يعني شرب ماء ثم استحال أي تحول في جوفه وخرج منه بولا هذا معنى العبارة مائع استحال من الجوف فيكون نجسا قياسا على بول الآدمي فيقول المعترض أباح الله شربه فيكون طاهرا قياسا على الماء أباح الله شربه فيكون طاهرا قياسا على الماء فعلة المستدل وهي قوله مائع استحال من الجوف هذا وصف حسي وصف حسي يعني المراد بالوصف الحسي أي أنه ليس وصفا شرعيا وإنما هو شيء محسوس وصف حسي مجرد لا أنه حكم شرعي وعلة القياس الثاني وهو أنه أبيح شربه أباح الله شربه كما في قصة العرانيين هذا حكم شرعي الإباح حكم شرعي فحين إذن يرجح القياس الثاني على القياس الأول ومثال الثاني وهو إذا تعارض قياسا أحدهما علته سلبية أي يقينية والآخر علته وصف حسي ثبوت أو وصف أو حكم ثبوت مثاله مسألة المجامع ناسياً في نهار رمضان من من جامع أهله في نهار رمضان ناسياً ناسياً الصوم هل عليه القضاء أو ليس عليه مسألة وقع فيها نزاع إذا قال المستدل الحنفي أو الشافعي إذا قال لم ينوي الفطر فلا قضاء عليه قياساً على الآكل ناسياً يعني هذا الذي جامع ناسياً لم ينوي الفطر لم ينوي أن يقطع صومه لم ينوي الفطر فلا قضاء عليه قياساً على الآكل ناسياً فيقول المعترض المالكي أو الحنبلي يقول أفسد صومه فيجب عليه القضاء قياساً على المجامع عامداً أفسد صومه بالجماع فيجب عليه القضاء قياساً على ما لو جامع عامداً فنلاحظ أن القياس الأول سلبي هو يقول لم ينوي الفطر هذا حكم سلبي وأما القياس الثاني فيقول أفسد صومه هذا حكم ثبوتي حكم ثبوتي ليس نفياً هو إثبات يقول أفسد صومه وحينئذ يرجح اليقين الحكم اليقين القياس الذي علته حكم يقين سلبي عدم على القياس الذي علته حكم ثبوتي أي وجودي هذا المذهب الأول تقديم القياس الذي علته حكم شرعي على الذي علته حكم على الذي علته وصف حسي وترجيح القياس الذي علته سلبية حكم سلبي على القياس الذي علته وجودية إثباتية حكم مثبت قال ويقدم الإثبات عند قوم ذهب بعض الأصوليين إلى تقديم القياس الذي علته حكم مثبت على الذي علته حكم يقيني أي سلبي المذهب الأول ذكرنا دليله أو لعلنا نذكر إن لم نكن ذكرنا دليله المذهب الأول دليلهم في تقديم اليقيني السلبي على الوجودي الإثباتي الدليل فيه قالوا أن السلب هو المتيقن النفي عدم والعدم هو الأصل في الأشياء وأما الثبوت فهو طارئ عليه فهو موضع شك قد يكون صحيحا وقد يكون باطلا وحينئذ الشك لا يرفع اليقين اليقين أقوى من الشك ودليلهم في تقديم القياس الذي علته حكم شرعي على القياس الذي علته وصف وجودي محسوس وصف حسي محط دليلهم على هذا قالوا أن القياس مسلك شرعي لا مسلك حسي القياس مسلك شرعي ولهذا يذكر في أصول الفقه ويستعمله المجتهد الفقه والقياس مسلك شرعي لا مسلك حسي فالاعتماد يكون فيه إذن على الأحكام الشرعية وليس على الأوصاف الحسية المجردة هذا المذهب الأول وأدلته المذهب الثاني قال ويقدم الإثبات عند قوم ذهب بعض الأصوليين إلى أنه إذا تعارض قياسان أحدهما علته سلبية والآخر علته إثباتية فإنه يقدم الإثبات على النفي والدليل قالوا أن في الإثبات علما جديدا أن فيه زيادة علم وإثبات حكم جديد بخلاف السلب السلب بقاء على الأصل فليس فيه جديد وأما الإثبات ففيه جديد فيه شيء طارئ جديد فأفادنا شيئا جديدا لم يفده السلب فما كان مفيدا مقدما على ما ليس بمفيد أو ما كان أكثر فائدة يقدم على ما كانت فائدته قاصرة المذهب الثالث قال وقيل الحق التسوية يعني فيما ذكر في كل ما ذكر يعني تقديم القياس الذي علته حكم شرعي تعارض القياس الذي علته حكم شرعي على القياس الذي علته وصف حسي وتعارض القياس الذي علته سلبية على القياس الذي علته إثباتية وجودية أيضا ذهب بعض الأصوليين إلى هذا المذهب واستدلوا بأن كل منهما كل من القياسين المتعارضين في هذه الصورة قد قامت دليل على صحة التعليل بالعلة المذكورة يعني قامت الأدلة الشرعية على جواز تعليل القياس بالأحكام الشرعية وعلى تعليل القياس بالأوصاف الحسية وعلى تعليل القياس بالإثبات أوصاف أو أحكام ثبوتية وعلى التعليل بأحكام سلبية كل هذه الصور قامت الأدلة على صحة التعليل بها وحينئذ صارت بناء على قيام الأدلة صارت حجة فاستوت الحجج وحينئذ يحتاج إلى مرجح خارجي ويجب التسوية بين هذين القياسين المتعارضين فيجب التوقف إلى أن يوجد مرجح خارجي آخر انتهت المسألة وننتقل الآن إلى مسألة أخرى إن شاء الله تعالى فقال ويقدم المؤثر على الملائم والملائم على الغريب ويقدم المناسب على الشبه هذه ثلاث صور وهي ثلاث مسائل أيضا لكن ينبغي أولا أن نعرف بهذه المصلاحات لأن أكثرها أو بعضها لم يمر معنا في باب القياس فنقول أولا الأوصاف من حيث كونها مناسبة أو غير مناسبة تنقسم ثلاثة أقسام الأوصاف من حيث كونها مناسبة أو غير مناسبة تنقسم ثلاثة أقسام وصف مناسب ووصف طردي ووصف شبهي فالمناسب ما ناسب الحكم بذاته المناسب وصف ناسب الحكم بعينه بنفسه بذاته اختر أي كلمة من هذه الثلاث إذن الوصف المناسب ما ناسب الحكم بنفسه ومعنى بنفسه يعني بغير واسطة لا يستلزم وجود واسطة تبين مناسبته للحكم هذا معنى قولنا بذاته أي لا يتوقف على واسطة يتبين منها مناسبة هذا الوصف لذلك الحكم بل بمجرد نظر المجتهدين في هذا الوصف يعرفون مناسبته للحكم هذا معنى الوصف المناسب مثاله تحريم شرب الخمر هذا حكم وعلته هو الإسكار فالإسكار وصف وهو وصف مناسب للحكم بذاته يفهم المجتهدون بل العقلاء جميعا أن الإسكار علة مناسبة لتشريع هذا الحكم وهو تحريم شرب الخمر الثاني عكسه وهو وصف طردي والوصف الطردي هو ما لا يناسب الحكم مطلقا إذن الوصف الطردي وصف لا مناسبة بينه وبين الحكم البتة مثال ذلك بريرة رضي الله عنها خيرها النبي صلى الله عليه وسلم حين عتقت على زوجها وكان عبدا أسود فلو جاء رجل فقال علة تخيير المرأة التي تعتق تحت زوجها هو كون زوجها لونه أسود فيجعل وصف السواد في الزوج علة ومن ثم يبني عليه قياسا فيقول إذا عتقت الأمة تحت زوج حر لونه أسود فإنها تملك الخيار تملك الخيار يعني تستطيع أن تبقى معه تختار أن تبقى معه أو أن تنفصل عنه تفارقه والجامع كون كل منهما لونه أسود فنقول وصف السواد وصف طردي ليس بينه وبين الحكم مناسبة لأن الشارع لم يراعي الألوان في مسألة تخيير الأمة إذا عتقت تحت زوجها لم يعتبر الألوان لم يلتفت إلى لون الزوج كونه أسود وأبيض فوصف السواد وصف طردي لا تظهر له أي مناسبة للحكم المذكور هذا الوصف الطردي والثالث الوصف الشبهي والوصف الشبهي هو ما تردد بين المناسب والطردي ما تردد بين المناسب بين الوصف المناسب وبين الوصف الطردي بمعنى أننا لا نجزم بكون هذا الوصف وصفا مناسبا ولا بكونه وصفا طرديا وذلك لأن الجامعة بين الفرع والأصل هو مجرد التشابه في الصورة الحسية أو في حكم من الأحكام الخارجية الأخرى فهذا التشابه في الصورة أو في الحكم قد يجعل المجتهد يظن أن هناك مناسبة بين هذا الوصف وبين الحكم ولو بواسطة ولا يمكن جعله وصفا طرديا كما أنه لا يمكن أن يجعل وصفا مناسبا لأنه لم تظهر فيه المناسبة مباشرة بل احتيج إلى واسطة تبين المناسبة مثل قياس السلت يمثله الفقهاء بقياس السلت على البر فيجمعه إلى القمح ويكمل النصاب نصاب الزكاة والسبب القياس قالوا لأن الحبوب هذه التي تسمى السلت أشبه أشبه ما يكون بالقمح بالبر الحنطة فيقاس عليه ويلحق به في تكميل النصاب هذا مثال التشابه في الصورة ومثال التشابه في الحكم قياس العبد على البهيمة وذلك أن العبد يشبه البهيمة يشبه البهيمة في ماذا يشبه يشبهها ليس في الصورة وإنما في بعض الأحكام فإن كل منهما يباع ويشترى ويرهن ويوهب ويوقف فالتشابه في بعض الأحكام يجعل المجتهد يظن أن هناك مناسبة ولو بواسطة ولو من بعيد بين هذا الوصف وبين الحكم فيصح التعليل به فالمناسب أقواها يليه الشبه أضعف منه وأما الطرد فلا فلا يصح التعليل به لأن شرط العلة المناسبة ولهذا ذكر في تعريفها وصف ظاهر منضبط مناسب لتشريع الحكم والقياس مع الوصف المناسب سماه بعض الأصوليين بقياس التحقيق والشبهي القياس بالوصف الشبهي سماه قياس التقريب تقريب انظر ما قال تحقيق قال تقريب والقياس بالوصف الطردي سماه قياس التحكم سماه قياس التحكم لأن العبارة المشهورة عند الأصوليين أن التحكم باطل والتحكم معنى الحكم بلا دليل يعني الاعتماد على ما ليس بدليل فالحكم بلا دليل أو ترجيح بلا مرجح يسمى تحكما إذن قلنا الأوصاف من حيث كونها مناسبة أو غير مناسبة قسموا إلى مناسب وشبهي وطردي ثم الأوصاف المناسبة نفسها القسم الأول وهو الوصف المناسب ينقسم من حيث اعتباره وعدم اعتباره ينقسم إلى أقسام نفس الأول هذا وهو الوصف المناسب ينقسم من حيث اعتباره أو عدم اعتباره ينقسم إلى أقسام إلى خمسة أقسام الأول هو المؤثر والوصف المؤثر هو وصف مناسب دل الدليل الشرعي النص أو الإجماع على اعتبار عينه في عين الحكم المؤثر وصف مناسب دل النص أو الإجماع على اعتباره بعينه علة في عين الحكم فهذا أعلاها وأقواها مثال ذلك الأذى علة لتحريم وطء الحائق فالدليل دل عليه وهو الآية الكريمة قل هو أذن فاعتزل النساء في المحين فالعلة كونه أذن فهذه علة مؤثرة وصف مؤثر لأنه دل دليل الشرعي على اعتبارها بعينها علة في عين الحكم نفس الحكم وعلى هذا يقاسه على الحائض النفس فلا يجوز لزوجها أن يجامعها وقت النفاس والعلة هي العلة وهي كونه أذن هذا سمونه الوصف المؤثر الثاني الوصف الملائم والملائم وصف مناسب دل النص أو الإجماع على اعتبار عينه علة لجنس الحكم وصف مناسب دل النص أو الإجماع على اعتبار عينه علة لا في عين الحكم لأن هذا هو المؤثر وإنما في جنس الحكم أو على اعتبار جنسه أي جنس الوصف علة لعين الحكم عكس الأول عكس الذي قبله يعني أو اعتبار جنسه علة في جنس الحكم فهذه ثلاثة أحوال للوصف الملائم إذن وصف مناسب دل دليل الشرع على اعتبار عينه علة في جنس الحكم أو اعتبار جنسه علة في عين الحكم أو اعتبار جنسه علة في جنس الحكم طبعا ننبه أولا قبل أن نمثل إلى أن كلمة ملائم هو إصطلاح نطلق على هذا المعنى الذي ذكرناه على هذا المعنى ذي الأحوال الثلاثة وإلا في من حيث اللغة من حيث المعنى اللغوي الوصف المؤثر والملائم والغريب الذي سوف يأتي معنا الثالث كلها أبصاف ملائمة بل حتى الوصف المرسل وهو الرابع ملائم عنده عند من يراه حجة فهي ملائمة للأحكام المنوطة بها الأحكام المذكورة معها لكن كما قلنا من حيث اللغة أما من حيث الإصطلاح الملائم يطلق على الذي ذكرناه مثال الأول يعني اعتبار عين العلة في جنس الحكم قالوا مثل ولاية الأب على ابنته الصغيرة في النكاح الأب يزوج ابنته الصغيرة في النكاح ويتولى أمرها لعلة وهي الصغر فتقول لما يتولى الأب نكاح موليته الصغيرة فتقول لصغرها العلة هي الصغر فالصغر قد شهد الشرع لهذا الوصف بالاعتبار لكن ليس في عين الحكم ليس في عين الحكم وهو مسألتنا مسألة النكاح وإلا صار وصفا مؤثرا وإنما في جنس الحكم يعني اعتبر الشرع الصغر علة في حكم هو من جنس هذا الحكم وهو الولاية على المال أن يتولى مالها فكأن الشرع اعتبر الصغر علة لكل ما هو من جنس الولاية يعني دلنا هذا لما دل الدليل على أن الأب يتولى مال ابنته الصغيرة يفيد هذا المجتهد ظن أن الصغر علة لما هو جنس ما هو الجنس؟ عموم الولاية عموم الولاية يتولى عليها في شؤونها هذا جنس فأفراده الولاية في المال والولاية في النكاح هي أفراد هذا الجنس فلما ثبت الحكم بأحد الأفراد وهو الولاية في المال ينسحب إلى الفرد الآخر وهو الولاية في النكاح لأنهما جنس واحد فبينهما تجانس هذا مثال الأول مثال الثاني وهو ما اعتبر جنسه وصفا الذي اعتبر جنسه علة في عين الحكم قالوا مثل جمع الصلاة في اليوم المطير يباحة جمع الصلاة في اليوم الماطر الشرع اعتبر الشارع للجمع بين الصلاتين وصفا من جنس هذا الوصف وهو السفر فجوز فيه الجمع للمسافر فحينئذ صار المطر والسفر يجمعهما جنس واحد يعني يدخلان تحت جنس واحد وهو مضنة المشقة مضنة المشقة حين يؤدي كل صلاة في وقتها ومضنة المشقة هذا وصف يصلح علة للحكم المطير وهو التخفيف على المسلم بأن يجمع الصلاتين في وقت إحداهما مثال الثالث وهو اعتبار جنس الوصف جنس الوصف في جنس الحكم وهو أضعف الأحوال الثلاثة مثاله شرب قليل الخمر كالقطرة والقطرة والقطرتين أو الرشفة والرشفتين شرب قليل الخمر والخلوة بالأجنبية هذان وصفان لهما جنس واحد يرجعان إليه يدخلان تحته وهو الذريعة إلى فعل المحرم إذن الذريعة إلى ارتكاب المحرم هذا جنس ومن أفراده شرب قليل الخمر والخلوة بالأجنبية وحرمة كل منهما هو أيضا جنس وهو مطلق التحريم مطلق التحريم هذا جنس أفراده ما هي أفراده حرمة الخلوة وحرمة الشرب فهذه أفراد تدخل تحت جنس واحد وهو مطلق التحريم القسم الثالث هو الوصف الغريب والوصف الغريب وصف ملائم لم يدل الدليل الشرعي على كونه مؤثرا ولا على كونه ملائما يعني هو مناسب من حيث النظر وصف مناسب من حيث نظر المجتهد فيه يراه أنه مناسبا لتشريع الحكم يراه أنه مناسب لتشريع الحكم لكنه ما دل دليل الشرع على اعتبار عينه في عين الحكم ولا عينه في جنس الحكم ولا جنسه في عين الحكم ولا جنسه في جنس الحكم بمعنى باختصار أنه وصف مناسب ما دل دليل الشرع على كونه مؤثرا ولا ملائما حينئذ يسمى غريبا لأنه ما وجد في صورة أخرى فصار مثل الغريب الوحيد مثال ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يرث القاتل شيئا حرمان القاتل من ميراث المقتول له علة وعلته ليس مجرد القتل العلة ليس القتل وإنما العلة هي حرمانه من الميراث عفوا هذا الحكم لكن العلة ليست هي مجرد القتل وإنما هي التهمة أنه استعجل شيئا قبل أوانه فيعاقب بحرمانه استعجل الميراث قبل أوانه قبل أن يموت مورثه عمد إلى قتله فيعاقب بنقيض قصده فيحرم الميراث هذا العلة تهمته بأنه استعجل شيئا قبل أوانه فيعاقب بحرمانه ويعاقب بنقيض قصده هذه علة مناسبة يعني يفهم العقلاء إذا سمعوا هذا الوصف يفهمون مناسبة بينه وبين الحكم وهو حرمانه من الميراث فهذا لا شك أنه مناسب فيقاس عليه من طلق امرأته في مرض موته لما رأى نفسه أنه سوف يموت ذهب وطلق امرأته فحينئذ لا يقع الطلاق لماذا؟ فنقول لأجل التهمة تهمة حرمانها من الميراث فيعامل بنقيض قصده فنحن إذا نظرنا نجد أن الشرع لم يلتفت إلى هذا الوصف في موضع آخر يعني مسألة القتل لم نجده اعتبر هذا الوصف صورة أخرى لأن مسألة حرمان المطلقة أو عدم حرمانها مسألة خلافية ليس فيها نصوص وإنما فيها اجتهادات عن الصحابة رضي الله عنه فلم يعهد أن الشارع التفت لهذا الوصف الذي ذكرنا في صورة أخرى مع أنه مناسب فتبقى مناسبته مجرد غريبة فيسمى وصفا غريبا الرابع هو الوصف المرسل وهو وصف لم يشهد له الشرع باعتبار ولا بإلغاء فهذا أقل رتبة مما قبله يعني نحن أغطبها من حيث الأقوى فالأضعف فالوصف المرسل هو مناسب عند صاحبه لكن الإشكال أنه لم يشهد له الشارع باعتبار ولا بإلغاء مثل ما فعله معاوي رضي الله عنه لما قتل هدبة بن الخشرم قتيلا قتل رجلا وهرب أرسل والي المدينة إلى الخليفة معاوي رضي الله عنه يستشيره فأمره أن يسجن ناسا من أقرب هدبة لأنه يعرف أن العرب أهل نخوة وشهامة فتأبى أنافتهم أن يبقى قريبه مسجونا بسببه هو فلما سمع هدبة بذلك جاء وأسلم نفسه للوالي ليقتص منه فهذا مرسل ومثل جمع القرآن في عهد أبي بكر رضي الله عنه وغير ذلك من الأمثلة التي مرت معنا فيما يسمى بالمصلحة المرسلة لأن الوصف المرسل هو ما يسمى بالمصلحة المرسلة الأخير الخامس هو الملغى الوصف الملغى وهو الوصف الذي شهد الشرع بلغائه فمهما حسن المجتهد له ذهنه مناسبة هذا الوصف هو ليس مناسبا على الحقيقة ومن ثم فلا يصحي اعتباره ولا بناء الأحكام عليه مثاله فتوى يحيى بن يحيى الليثي رحمه الله تلميذ الإمام مالك رحمه الله حين أفتى أحد ملوك الأندلس لما رآه كثير الانتهاك لحرمة رمضان يجامع أهله أو سريته ويذهب ويستفتي العلماء قالوا عليك عتق رقبة قال ما أسهل عتق الرقبة يأتي ويعتق رقبة فلما رأى الإمام يحيى أنه كثير الانتهاك لحرمة رمضان أفتاه حين سأله ماذا علي قال عليك صيام شهرين متتابعين طيب لما لما يعني أفتاه بهذا أفتاه بهذا لأجل زجره عن انتهاك حرمة الشهر الفضيل فهذا الوصف وصف ملغى وإن ظهرت مناسبته لهذا الإمام لكنه في الحقيقة وصف ملغى لأن الشرع شهد بإلغائه لأن الشرع نص على الترتيب نص على الترتيب في الكفارة كفارة الجماع في رمضان فلا يصح تقديم خصلة على أخرى على أن الشرع يتشوف لعتق الرقاب هذا أقسام الوصف المناسب وبه فهمة ما معنى المؤثر والملائم والغريب والشبهي وقول المصنف رحمه الله هنا ويقدم المناسب على الشبهي المقصود بالمناسب هنا ما يشمل كل أنواع الوصف المناسب يعني ويقدم المناسب سواء كان مؤثرا أو ملائما أو غريبا يقدم بكل صوره على الوصف الشبهي لأنه في جميع أحواله أقوى من الشبهي كما سيأتي إن شاء الله نبدأ بالأول الآن قال ويقدم المؤثر على الملائم يعني إذا تعارض قياسان أحدهما علته وصف مؤثر والآخر علته وصف ملائم فإنه حينئذ يقدم القياس ذي الوصف المؤثر لما قالوا لأن الوصف المؤثر أقوى من الوصف الملائم أقوى من حيث ماذا قالوا من حيث أن الشرع شهد باعتباره بعينه هو في عين الحكم أما الملائم أما الملائم فإنه أقل رتبة منه لأنه إنما شهد الشرع باعتباره في جنس الحكم أو اعتبار جنسه الذي ذلك الوصف فرد منه في عين الحكم أو اعتبار جنسه في جنس الحكم وفي كل هذه الصور الثلاث هو أضعف من المؤثر لأن العام دلالته على أفراده يعني يشبه مسألتنا تشبه مسألة العام والخاص الخاص دلالته على الفرد الذي دل عليه قطعية والعام يتناول ذلك الفرد لا لظنية تناولا ظنية فالقطعي أقوى من الظني كذلك ما نحن فيه هو أشبه ما يكون بالخاص والعام وأيضا أن في التعليل بالوصف الملائم يعني أيضا يقال أن الوصف المؤثر لم يختلف لم يختلف الأصوليون في التعليل به إنما اختلفوا في معده وهو التعليل بالوصف الملائم وبالوصف الغريب فدل اتفاقهم في المؤثر واختلافهم في الملائم والغريب على أن المؤثر أقوى مما عدا وأيضا أن في التعليل بالوصف الملائم ما ظنّت الخطأ يعني الخطأ قائم ما احتمل ما نجزم بصحة التعليل به لماذا؟ قالوا لاحتمال أن العلة معنى آخر غير هذا الشيء المذكور ويحتمل أن الحكم تعبدي وهذه الاحتمالات لا يمكن أن توجد في التعليل بالوصف المؤثر فمن هنا قلنا آنفا إنهم لم يختلفوا في التعليل بالمؤثر وإنما اختلفوا في التعليل بالملائم والغريب أما المثال مثال هذه المسألة الأولى فلم أجد مثالا لتعارض قياسين أحدهما وصف مؤثر علته وصف مؤثر والآخر علته وصف ملائم قد يوجد أمثلة لكنني ما وقفت على مثال لهذه المسألة نأتي إلى المسألة الثانية قال والملائم على الغريب أي إذا تعارض قياسان وأحدهما علته وصف ملائم والآخر علته وصف غريب قدم الأول على الثاني لما ما الدليل؟ قالوا لأن الوصف الملائم قد دل دليل الشرع على اعتباره ولو في جنس الحكم فهو نوع من الاعتبار أيضا فيكون في كل أحواله أقوى من الغريب الذي ما دل دليل شرعي على تأثيره ولا ملائمته إذن القياس الذي علته وصف ملائم الملائم شهد الشرع له ولو باعتباره في جنس الحكم أو جنسه في عين الحكم أو جنسه في جنس الحكم فيغلب على الظن صحة اعتباره بناء على هذا بخلاف الغريب فإن الغريب أضعف من جهة أنه ما دل دليل شرعي على أنه مؤثر ولا على أنه ملائم فيصير الظن بصحته أضعف من الملائم مثال هذه المسألة مسألة البكر البالغة هل يجوز لأبيها إجبارها في النكاح فإذا قال المستدل بكر لم تجرب الرجال يعني ما خلطت الرجال ما لها معرفة بالرجال بكر لم تجرب الرجال فلا تزوج نفسها قياسا على البكر الصغيرة إذن بكر لم تعرف الرجال فلا تزوج نفسها إنما أبوها يزوجها قياسا على البكر الصغيرة فيقول المعترض رشيدة بالغة فتزوج نفسها قياسا على الرجل رشيدة بالغة عاقلة أتزوج نفسها قياسا على الرجل الأول علته أنها بكر لا معرفة لها بالرجال فهذا وصف مناسب لإجبارها لكنه وصف غريب لعدم دلالة دليل شرعي على أنه مؤثر ولا على أنه ملائم ما وجدنا دليلا يدل على أنه مؤثر أو ملائم فيبقى وصفا مناسبا مجردا غريبا أما علة القياس الثاني وهي كونها رشيدة بالغة عاقلة فهذا وصف ملائم وليس غريبا بل ملائم لأن هذه العلة قد دل دليل الشرع وهو الإجماع على اعتبارها لكن لا في عين الحكم وإنما في جنس الحكم يعني دل الإجماع على اعتبار هذه العلة في حكم من جنس هذا الحكم وهو تصرفها في مالها فإنها تتصر في مالها بلا ولي ما تجبر في التصرف في مالها بل تتصرف فيه بلا ولي وحينئذ يقاس على تصرفها في مالها يقاس عليه تصرفها في نفسها بالنكاح فالجنس هنا ما هو الجنس الذي تحته أفراد ما هو هذا الجنس الجنس هو تصرفها في شؤونها يعني هذه المرأة الكبيرة البالغة الرشيدة الجنس في مسألتنا ما هو تصرفها في شؤونها هذا جنس أفرادهم ما هي أفراده أفراده تصرفها في مالها وتصرفها في بضعها وقد دل الدليل على صحة تصرفها في مالها بلا ولي فليكن تصرفها في بضعها كذلك بلا ولي تسوية بين أفراد الجنس الواحد لوجود التجانس بين أفراد ما ترجع إلى جنس واحد الغرض هو التمثيل كما قلنا لكم من قبل وليس تصحيح هذه الأحكام حين نقول القياس الفلاني راجح القياس الفلاني لا نقصد أن الحكم المذكور فيه هو الراجح في أصل المسألة إنما الغرض هو التمثيل أما الترجيح في أصل هذه المسائل يستلزم جمع كل الأدلة والمناقشات والردود والنقود وهذا محله ليس في أصول الفقه إن محله في علم الخلاف أو ما يسمى اليوم بالفقه المقارن نأتي إلى المسألة الثالثة قال ويقدم المناسب على الشبهي يعني إذا تعارض قياسا علة أحدهما وصف مناسب وعلة الآخر وصف شبهي رجح الأول على الثاني رجح القياس ذو الوصف المناسب على القياس ذو الوصف الشبهي لماذا؟ مد لي على هذا الترجيح قالوا لأن المناسب أقوى من الشبهي من حيث أن مناسبته بنفسه هو بغير واسطة يعني بمجرد النظر فيه تعرف مناسبته أما الشبهي فلا تظهر فيه مناسبة يعني هو في نفسه لا تظهر منه المناسبة عادة وإنما يستلزم المناسبة يعني في ظن المجتهد أنه يستلزم مناسبة فلهذا علل به يعني أن الوصف الشبهي يحتاج إلى واسطة تقودنا إلى بيان وجه مناسبة هذا الوصف لذلك الحكوم وحينئذ فما يدلي بنفسه خير وأولى مما يدلي بواسطة الذي يدلي بنفسه ليس كالذي يدلي بواسطة ألا ترون أن الإبن يقدم على ابن الإبن في الميراث كذلك ما نحن فيه يعني بمثال قد بمثال واحد تظهر ما معنى أن الوصف المناسب لا تظهر مناسبته في العادة يعني في الغالب إلا بواسطة بينه وبين بيان المناسبة للحكم مثاله لو سأل سائل عن علة إيجاب النية في الوضوء يعني لو قيل لك لما أوجبت النية في الوضوء فتقول يعني الآن سئلت عن العلة فتقول لأنها طهارة لأنه طهارة يعني لأن الوضوء طهارة هذا تعليم بوصف شبهي لماذا؟ لأن الطهارة ما تظهر مناسبتها للحكم المذكور وهو اشتراط النية ما تظهر مناسبتها بنفسها إنما تظهر مناسبتها من حيث إنها عبادة يعني أنها طهارة شرعية فهي عبادة فإذا قلنا عبادة ظهرت المناسبة ظهرت مناسبتها للحكم المذكور وهو اشتراط النية إنما الأعمال بالنيات العبادات لازم لها من نية طيب يبقى مثال هذه المسألة مسألة تعارض قياسين أحدهما علته وصف مناسب والآخر علته وصف شبهي مثاله ما لو قال المستدل في مسألة النبيذ لو قال النبيذ مسكر فيحرم شربه قياسا على الخمر فيقول المعترض مائع ليس بخمر يعني هذا النبيذ مائع أي سائل مائع ليس بخمر فلا يحرم شربه قياسا على العسل علة القياس الأول وهي الإسكار وصف مناسب للتحريم فما من عاقل إذا قيل له المسكر يحرم عندنا في الشريعة إلا ويفهم المناسبة يفهم المناسبة ولهذا صار حفظ العقول صار مقصدا من المقاصد الكلية الخمسة الكبرى المعروفة الضروريات الخمس أما علة القياس الثاني فهي وصف شبهي محظ هو يقول مائع ليس بخمر هذا وصف شبهي محظ شبه في الصورة وهو قوله مائع فإن هذا مائع وهذا مائع وشبه في الإسم يقول هو ليس بخمر كما أن العسل ليس بخمر فهذا وصف شبهي محظ فيرجح الأول على الثاني ثم قال المؤلف رحمه الله والمرجحات كثيرة جدا لا يمكن حصرها هو المصنف رحمه الله يقول بعد ذلك بعد أن ذكر جملة كثيرة من المرجحات يقول والمرجحات كثيرة جدا لا يمكن حصرها العبارة الأولى قوله كثيرة جدا هذه قد تسلم له نعم هي كثيرة لكن قوله لا يمكن حصرها هذا قد لا نسلمه له لأنه يمكن حصرها فلو أنه عبر بقوله يصعب حصرها يعصر حصرها ونحو هذه العبارات لكان أنسب من كلمة لا يمكن ثم قال وضابطها بمعنى القاعدة الكلية لها القاعدة الكلية التي تجمع جميع المرجحات هو ما سيأتي الآن إن شاء الله قال وضابطها اقتران أحد الطرفين بأمر نقلي أو اصطلاحي أو قرينة عقلية أو لفظية أو حالية مع زيادة ظن هذه القاعدة الكلية للمرجحات يقول ضابط المرجحات مما ذكر ومما لم يذكر الضابط له الذي يجمعه أي القاعدة الكلية هي أن يقترن أحد الطرفين أحد الطرفين أي أحد الدليلين المتعارضين وقوله اقتران ليس المقصود به أن يكون متصلا به وإنما المقصود أن يوجد معه سواء كان متصلا به أو كان منفصلا عنه فإنه قد قرنه به المجتهد فلهذا عبر بالاقتران يعني إذا كان متصلا بالدليل واضح الاقتران إذا كان منفصلا يعني دليلا خارجيا وكيف يكون مقترنا به فنقول قرن بينه وبين ذلك الدليل المجتهد العلماء المجتهدون ضموه إليه لأن هذا هو عمل المجتهدي المجتهدون ماذا يفعلون يضمون دليلا إلى دليل يفعلون هذا في كل مسألة يضمون دليلا إلى دليل وكل قرينة إلى كل دليل يقرنون بينها فهذا معنى قوله اقتران قال بأمر النقلي الأمر النقلي أي آية أو حديث أو قول صحابي مثلا أو اصطلاحي المقصود بالاصطلاحي العرف العادة لأنه اصطلاح الناس اصطلح عليه الناس بأقوالهم أو بفعالهم العرف يعني والعادة أو قرينة عقلية أو لفظية أو حالية مع زيادة ظن يعني مع وجود قوة ظن بعد هذا الاقتران بعد وجود هذه القرينة يقوى الظن برجحان أحد الدليلين على الآخر مع وجود القرينة يصير هذا الدليل الذي اقترن به في ظن الناظر المجتهد أنه أقوى من الدليل الآخر فيرجح به نأتي على أمثلتها سريعا إن شاء الله تعالى الأمر النقلي هذا مر معنا يعني بعض ما سيذكر هنا إن شاء الله هو في الحقيقة مر وبعضه شيء جديد فقوله اقتران أحد الطرفين بأمر نقلي كما قلنا يعني هو الآية أو الحديث إذا تعارض دليلا واقترن أحدهما بآية أو حديث تقوي ترجح وهذا مر معنا في أكثر من مثال انظروا مثلا نكتفي بمثال واحد في حديث رافع بن خديج رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر يعني يؤخر الفجر إلى الإسفار أن يستبين الفجر ويذهب الظلام ويعارضه حديث عائشة رضي الله عنها كنا النساء المؤمنات يشهدن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر ثم يخرجن ثم ينصرفن متلفعات بمروطه لا يعرفهن أحد من شدة الغلس أي من شدة الظلام أو كما قالت رضي الله عنها فمعناها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الفجر بغلس يعني في أول الوقت إذن إذا عارض دليلان فأيهما أفضل التغليس أو الإسفار ننظر فنجد أن التغليس حديث عائشة يعني يرجح على حديث رافع رضي الله عن الجميع والدليل أنه يقترم به دليل نقلي أو أدلة نقلية تدل على أن التغليس أفضل من الإسفار وهو قوله تعالى فاستبقوا الخيرات وقوله تعالى وسارع إلى مغفرة من ربك فالاستباق والمسارعة إلى المغفرة وإلى الخير مأمور بها والفجر لا شك صرات الفجر لا شك أنه من جبلة الخيرات وهو يقتضي المغفرة هذا قوله بأمر نقلي ثم قال أو اصطلاحي وقلنا الاصطلاحي معناه العرف العادة ومثاله ما إذا طلق الرجل امرأته ثم تنازع يعني بعد أن بانت منه تنازع في أثاث المنزل أثاث البيت كل واحد يقول أنا اشتريته أو يقول وهبه لي الآخر ولا بينة لكل منهما فلمن يكون الأثاث كل يدعيه ولا بينه هذا خلاف بين الفقهاء فإذا قال المستدل على أن الزوج أحق بالأثاث إذا قال الزوج أسبق يدا عليه يعني سبقت يده على الأثاث قبل امرأته فيكون أحق به قياسا على من لا زوجة له إذن الزوج أسبق يدا عليه على هذا الأثاث فيكون أحق به قياسا على من لا زوجة له وقياسا أيضا على من سبق إلى مباح فيقول المعترض الذي يرى أنهما يشتركان سوية نصفين يقول الدليل على أنهما يشتركان فيه مناصفة الأثر المربي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال فيما إذا تنازع الزوجان بعد الطلاق قضى ابن مسعود رضي الله عنهما أنهما يتحالفان ويشتركان فيه مناصفة في كل شيء فتعارض القياس والأثر فإذا قلنا إن القياس وأثر الصحابي قول الصحابي أنهما متكافئان حينئذ نحتاج إلى مرجح فحينئذ نرجح بالعرف بالأمر الاصطلاحي أي بالعرف الذي تعرف عليه الناس فإن كان عرف الناس أن الأثاث بعد الطلاق يكون للزوج يكون له وإذا كان العرف أنه لشتركان يشتركان وإذا كان للزوجة للزوجة يعني العرف يكون مرجحا بين هذين الدليلين المتعارضين ومثله أيضا مسألة وقت الوليمة مسألة يذكرها الفقهاء في باب الوليمة من كتاب النكاح ما هو وقت الوليمة هل السنة في الوليمة أن تكون بعد الدخول أو تكون بعد العقد قبل الدخول خلاف بين الفقهاء ولكل أدلة فتستطيع أن ترجح بين أدلة الفريقين بالعرف تقول ننظر للعرف إذا كان العرف يقضي بأن الوليمة للعرس تكون بعد الدخول كذلك وإذا كان قبل الدخول كما هو معروف لديكم أن عادت الناس هنا أنه قبل الدخول فإنه يكون قبل الدخول بعد العقد قال أو قرينة عقلية إذا وجدت قرينة عقلية ترجح أحد الدليلين أو تضعف الدليل الآخر فإنه يعمل بها في التقوية أو في تضعيف الدليل الآخر فإن تضعيف الدليل الآخر تقوية لمعارضه وهذا شأن القرائن فإن القرائن في العقلية وغيرها شأنها إما أن تقوي الدليل الذي اقتنط به أو تضعف الدليل الآخر فإذا ضعفت الدليل الآخر قوي معارضه صار أقوى منه فيرجح عليه مثال القرينة العقلية مسألة ما إذا أوصى السيد لعبده برقبة نفسه السيد هذا عنده عبد اسمه زيد فأوصى لزيد بزيد أوصى له برقبة نفسه أو وهبه يعني أوصى أو وهب فهل يملك يملك رقبته ويعتق بذلك أو لا يعتق لأنه لا يملك رقبته حينئذ مسألة فيها نزاع بين الفقهاء فإذا قال المستدل الذي قال تصح هذه الوصية وهذه الهبة ويسير حرا فلا ينازعه الورثة إذا قال المستدل الرجل إذا ملك أباه فإنه يعتق عليه فلأن يعتق بملك رقبة نفسه من باب أولى هذا قياس يعني المرء إذا اشترى أباه عبدا فإنه يعتق عليه فلأن يعتق إذا ملك نفسه من باب أولى لأنه إذا ملك غيره عتق وصح هذا الملك عتق فلا أن يعتق بملك رقبة نفسه من باب أولى فيقول المعترض لو ملك هذا العبد لو ملك نفسه وصح له أن يعتق نفسه لصح له أن يبيع نفسه لو صح للعبد أن يملك نفسه لصح له أن يبيع نفسه واللازم باطل بالاتفاق ما يصح له أن يبيع نفسه فالملزوم باطل تعارض الدليلات وحينئذ ماذا نفعل؟ نحتاج للترجيح فنرجح بقرينة عقلية ما هي القرينة العقلية؟ نقول أن الملك ملك الأشياء يعني الملك يقتضي عقلا وجود اثنين الملك في العقل يعني بدلالة العقل أن الملك يقتضي وجود اثنين مالك ومملوك فلو صح أن المرأة يملك رقه لو صح أن المرأة يملك رق نفسه لصار مالكا مملوكا في نفس الوقت وهذا باطل عقلا هذه القرينة العقلية قال أو لفظية يعني قرينة يرجح إذا تعارض دليلا سواء قياسين أو خبرين أو غير ذلك مطلق التعارض إذا تعارض دليلا ووجدت قرينة لفظية تقوي أحد الدليلين أو تضعف الدليل الآخر فإنه يعمل بها ويرجح بها مثال ذلك مسألة الهبة هل يجوز الرجوع فيها؟ إذا وهب إنسان إنسانا هبة من الهبات فهل له أن يرجع مسألة وقع فيها نزاع بين الفقهاء؟ فإذا قال المستدل يجوز للواهب أن يرجع في هبته لقول النبي صلى الله عليه وسلم العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه فشبهه بالكلب في هذا الحديث أو كما ورد شبهه بالكلب والكلب يجوز له الكلب له أن يعود في قيئه فكذلك هذا الرجل تسوية بين المشبه والمشبه به هكذا استدل من قال بجواز رجوع الواهب في هبته فيعارضه المعترض الذي يرى أنه لا يجوز الرجوع في الهباء فيعارضه بقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود والهباء نوع من العقود هي عقد من العقود عقد تبرع لكنه داخل في جملة العقود فيجب الوفاء به وجوب الوفاء به يعني تحريم الرجوع فيه فيتعارض الدليلان الآية والحديث فنحتاج إلى ترجيح فنجد أن هناك قرينة اللفظية في الدليل الأول تضعف دلالته وتقوي دلالة مذهب المخالف دليل المخالف ما هي هذه القرينة؟ هي قول النبي صلى الله عليه وسلم في أول الحديث السابق ليس لنا مثل السوء لأن الحديث بدايته هكذا ليس لنا مثل السوء العائد في هبته كالكلب يقيه ثم يعود في قيه أو كما قال صلى الله عليه وسلم فقوله ليس لنا مثل السوء يدل على أنه لا يجوز أن يكون مثل الكلب الذي يعود في قيه ليس لنا نحن المسلمين مثل السوء وهذا مثل السوء ومثاله أيضا مسألة غسل الجمعة فإذا قال المستدل على سنية غسل الجمعة دليلي على سنية غسل الجمعة وأنه ليس بواجب قول النبي صلى الله عليه وسلم من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمة ومن اغتسل فالغسل أفضل أو كما قال عليه الصلاة والسلام فدل على أنه يكفي الوضوء وإنما الغسل يعني يزيد أنه أفضل يعني أحسن فلا يكون إذا واجبا فيقول المعترض المستدل على أن غسل الجمعة واجب يقول دليل على الوجوب قول النبي صلى الله عليه وسلم الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم وأن يستنى يستنى يعني يستاك بالسواك وأن يستنى وأن يمس طيباً إن وجد أو كما قال عليه الصلاة والسلام فتعارض الحديثة هنا يقول واجب وفي الأول يفهم منه أنه سنة لكن نقول هناك قرينة في الحديث الثاني تضعف دلالته على الوجوب وتقوي مذهب الخصم وهو أنه قرن أن النبي صلى الله عليه وسلم قرن بين الغسل وبين الاستنان أي استواك التسوك وبين الطيب ومعلوم أن الطيب والاستنان مسنونان غير واجبين فيكون ما قرن بهما كذلك فيكون ما قرن بهما وهو الغسل كذلك يكون سنة فهذان مثالان ولعل الأول منهما مثال للقرينة اللغضية والآخر منهما مثال للقرينة المعنوية ثم قال المصنف رحمه الله أو حالية القرينة الحالية أيضا مرجحة من المرجحات إذا تعارض دليلان واكترن بأحدهما قرينة حالية ترجح بها أو ضعفت الدليل الآخر كذلك وقرينة الحال هي ما يعرف من خلال الأحوال المتعلقة بمقام النص الأحوال المحتفة بالنص وليس من لفظ المتكلم من لفظ المتكلم هذه قرينة لفظية لكن الأحوال المتعلقة بمقام النص أي المحتفة به هي قراء حالية يعني ألا ترون مثلا إلى قول الله تعالى تدمر كل شيء بأمر ربها يعني ريح عاد تدمر كل شيء هذا عام لكن دلت القرينة الحالية على التخصيص لأن الحال المشاهد أنها ما دمرت السماوات والأرض والجبال مثال الترجيح بالقرينة الحالية ترجيح خبر خبر أبي رافع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو ميمونة وهو محرم فيرجح خبر أبي رافع بقرينة حالية وهو أن أبا رافع رضي الله عنه وعن الجميع أنه شاهد الحال شاهد القصة يقول وكنت الرسول بينهما هو الرسول بينهما فهو شاهد للحال وقد أخبر أنهما حلالان أي غير محرمين فيرجح حديثه على الحديث الآخر ومثاله أيضا حديث أبي هريرة رضي الله عنه من بدل دينه فاقتلوه أو كما ورد ويعارضه حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل النساء فيتعارض الحديثان في صورة وهي المرأة المرتدة فإن المرتدة من جملة النساء وهي مرتدة فهل تقتل أو لا تقتل خلاف بين الفقهاء ويتعارض الحديثان في هذه الصورة فيرجح الحديث الأول من بدل دينه وقتلوه لقرينة حالية ما هي القرينة الحالية القرينة الحالية هي أن حديث ابن عمر رضي الله عنهما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء هذا إنما قاله في حال وهي أنه في بعض غزواته رأى امرأة مشركة مقتولة فنهى عن قتل النساء فهذا الحال يكشف لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم ما أراد بالنساء المرتدات ما أراد بالنساء إلا الكافرات الأصليات وليس المسلمات التي ارتددنا عن الإسلام وهذا لمثالان للقرينة الحالية أحدهما يقوي الدليل الذي اقترن به والآخر يضعف الدليل الذي اقترن به ويقوي الآخر والله أعلم قال المصنف رحمه الله وقد حصل الرجحان من جهة القرائن بهذا والله أعلم قوله وقد حصل الرجحان من جهة القرائن هذا يعني لأنه قال فيما سبق أن الترجيح بين الأقيسة يرجع إلى ثلاثة أمور الترجيح من جهة الأصل والترجيح من جهة العلة والترجيح من جهة القرينة فالأولان سبق بيانها تفصيلا والثالث بينه ثم أخر ذكر المقسم يعني الأصل الذي يرجع ترجع إليه هذه المذكورات إلى آخره يعني بعد أن ذكر الأمر النقلي والاستلاحي والقرينة العقلية واللفظية الحالية قال بعد ذلك كلها ترجع إلى الترجيح من جهة القرينة الذي هو النوع الثالث من أنواع الترجيح بين الأقيسة هذا معنى كلامه ثم قال رحمه الله وهذه القاعدة تجمع جميع أقسام التراجيح المتقدمة والله أعلم يقول هذه القاعدة التي ذكرناها بقولنا وضابطها يقول هي في الحقيقة تجمع كل أنواع وأقسام التراجيح التي سبقت كلها سواء كان التراجيح بين أدلة نقلية أو كان ترجيحا بين الأقيسة يعني جميع ما ذكر في المرجحات يرجع إلى هذه القاعدة ثم قال المؤلف رحمه الله هذا آخر ما وضعناه على هذا الكتاب وليس ذلك على طريقة أصحابنا يقول هذا آخر الشرح على كتابنا غاية السل ثم قال وليس ذلك على طريقة أصحابنا أي الحنابلة بل على طريقة أبناء العجم ومتأخري الشافعية والحنفية فإن طريقة أصحابنا الإطالة والبحث يقول نحن في الشرح ما مشينا على طريقة الحنابلة في الشرح مشينا على طريقة الأعاجم ومتأخري الحنفية والشافعية الذين يكتفون غالبا في الشرح بحل الألفاظ وشرح المعاني ولا يتوسعون عند ذكر المسائل بذكر الأدلة والنقود والردود والتحقيق في الخلاف وفي التحقيق في المسائل يقول لم نفعل هذا لكن قول المصنف رحمه الله أبناء العجم لعله باعتبار الغالب لأن أكثر المختصرات كان بدأ به العجم والله أعلم أو كان أكثر هذه الأعمال العلمية وهي المختصرات كانت عند أبناء المسلمين العجم كأبناء الفارس مثلا وليس عند المسلمين العرب هكذا يقول المؤلف رحمه الله ويقول ومتأخري الشافعية والحنفية والحقيقة أن هذا موجود عند بقية المذاهب كل المذاهب الأربعة وليس الحنفية والشافعية فقط لكن لعله أراد الكثرة يعني أكثر المختصرات الأصولية والشروح المختصرة كانت عند الشافعية والحنفية باعتبار شهرة هذين المذهبين وكثرة المصنفات فيهما قال فإن طريقة أصحابنا الإطالة والبحث وهذا أيضا ليس على عمومه بل إنه يوجد من من الأصحاب من الحنابلة من سلك مسلك الاختصار عند الشرح ومنهم من أطال قال وإنما فعنا ذلك إيضاحا لبعض الألفاظ وتبينا لتحصيلها يقول وإنما سلكنا هذا المسلك في الاختصار عند الشرح لأن الغرض هو حل الألفاظ وشرح المعاني ليحصلوا المقصود في تحصيل ذلك المتن بأن يحفظه ويفهم لأن الإطالة قد يعني تكف الطلاب عن المقصود الأصلي تمنعهم عن الإحاطة بمدلول ألفاظ ذلك المتن حين يستغرق المؤلف في ذكر مسائل أخرى أو يطيل في الأدلة والمناقشات فيذهب الغرض الأصلي وهو حل الألفاظ وشرح المعاني حل ألفاظ المتن وشرح معانيه قال وإن ساعد الدهر شرحنا كتابنا الذي وصفناه أكبر من هذا وإن ساعد الدهر أي الزمان والأوقات بمعنى يعني إن طال العمر وساعدت الظروف سمحت الظروف بأن نشرح كتابنا هذا وهو غاية السود أن نشرحه شرحاً أكبر من هذا الشرح على طريقة أصحابنا بالإطالة والبحث أي بالإطالة المسألة وتحقيق الخلاف المسائل وتحقيق الخلاف أيضاً وبناء الفروع على الأصول والاستطرادات وغير ذلك من الفوائد والنكاة الأصولية فعنا هذا يقول إن ساعد الدهر على هذا فعناه ثم قال والله الموفق للصواب وهو حسبنا ونعم الوكيل والحمد لله وحده وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم وافق الفراغ منه في شهر رجب في يوم الاثنين من شهور سنة خمس وستين وثمانموئة على يد جامعه يوسف بن حسن بن أحمد بن حسن بن عبد الهادي المقدسي الحنبلي عفى الله عنه وعن جميع المسلمين آمين وفادنا هذا القسم اللفظ الأخير العبارة الأخيرة المؤلف أفادتنا بأنه كتبه كتابة وليس أملأه إملاء وأنه كتبه في هذه السنة ثمانمائة وخمس وستين هجرياً وهذا التاريخ يدلنا أيضاً على أنه عاش رحمه الله تعالى بعد أن كتب هذا الشرح عاش أربعاً وأربعين سنة وهو عمر طويل ولم يأتي بما وعد به بقوله إن ساعد الدهر شرحنا كتابنا شرحاً أكبر الذي يظهر الله أعلم أنه ما وجد هذا الشرح الكبير الذي وعد به مع أنه طالت المدة فلعله صرفته صوارف أخرى أو لعله نسي أو لعله كتب ثم ضاع هذا الكتاب يمكن أن يكون قد فقد من كتبه الله أعلم بهذا وأسأل الله سبحانه وتعالى للمؤلف الرحمة والغفران وأن يجزئه عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال وأن يجعلنا أول العاملين بما نعمل وأن يجعلنا أول العاملين بما نعلم فإن الله على كل شيء قدير وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصل الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ترجمة نانسي قنقر